اخبار اليوم ان نخف التكلفة كل مشروع بمبلغ مليون جنيه سوف نحقق فائدا بنحو 5 مليارات جنيه يمكن استغلالها في مشروعات تنموية جديدة محلب يطالب بسرعة التحقيق في اسباب حريق محطة قهرباء شمال القاهرة تمكنت القوات المسلحة باستخدام الطائرات وبالتعاون مع قوات الحماية المدنية من السيطرة بالكامل على حالك الذي نشب اليوم بمحطة قهرباء شمال القاهرة واكدت وزارة قهرباء ان الحادث لن يؤثر على الطيار الكهربائي وانتقل على الفور فريق من النيابة العامة للوقوف على ملابسات الواقعة كما تفقد رئيس الوزراء المهندس سبريم محلب ووزير قهرباء المهندس محمد شاكر مكان الحادث وامر محلب بسرعة انهاء التحقيقات والوقوف على اسبابه احباط عملية استهداف رتل امني برفح تمكنت قوات امنية خاصة بشمال سيناء من احباط عملية ارهابية استهدفت رتلان امنيا برفح فيما تم تدمير مستشفى ميداني تابة لجماعة تكفيرية وعدد من البؤر الارهابية خلال حملات امنية في غدون الاربع وعشرين ساعة الماضية الخارجية الامريكية ننهي اجراءات تسليم طائرات الاباتشي لمصر اكدت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي انه يتم حاليا تسليم طائرات الاباتشي لمصر مشيرة الى ان الولايات المتحدة اعلنت منزعيدة اسابيع عن تسليم تلك الطائرات لمصر في الفترة الحالية الرقابة المالية تعلن القائمة المبدئية لمرشح صندوق حماية المستثمر اعلنت اللجنة المشكلة باللهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة وليد سلطان القائمة المبدئية للمرشحين جاء ذلك بعد انتهاء فحص طلبات الترشح من قبل ممثل الشركات العامة في مجال الاوراق المالية وامناء الحفظ لعضوية مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر احمد جمال يطير الى لندن بصحبة محمد صلاح يستعد المطرب المصري احمد جمال نجب ارب ايدل لحيا عدة حفلات الجالية العربية بالعاصمة البريطانية لندن وغادر جمال صباح الخامس 16 اكتوبر من مطار القاهرة متجها الى مطار لندن بصحبة اللاعب المصري محمد صلاح نجب الفريك الانجليزي تشيلسي الذي يسافر معه على امات الطائرة اخبار اليوم